اشتركوا في القناة مورق العجلي نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته كان مورق يقول ما تكلمت بشيء في الغضب فندمت عليه في الرضا ما تكلمت بشيء في الغضب فندمت عليه في الرضا هو الجرة العادية يا أخوان لأن المرأة إذا غضب غضبا شديدا أو إذا فرح فرحا شديدا سيطرت عاطفته على عقله فأخطأ ألا كثير من الذين يطلقون زوجاتهم في غضب حتى إذا انتهت ساعة الغضب وحاكم المسألة محاكمة عقلية ندم أنه أنا كان تصرف خاطئ عدد من الذين يفضون شركات يفضونها في لحظة غضب حتى إذا هدأ وذهبت العاطفة وحاكم المسألة للعقل ندم والإنسان يسقط عند الغضب الشديد وعند الفرح الشديد لأن الغضب الشديد والفرح الشديد عاطفتان تهويان بالعقل إلى أودية سحيقة من أجل هذا دعا الإسلام المسلم أن يخفف من غضبه ويخفف من فرحه وخير الأمور الوسط ليبقى عقله مسيطرا على عاطفته نادر أن تجد إنسانا إذا غضب غضبا شديدا يبقى محافظا على اتزانه العقلي موجود هذا بس نادر صعب جدا كيف أنا عاطفتي جاشات ثم عقلي هو المهيمين صعب جدا هنا فيما يبدو مورق إما أنه كان من هذا النوع يقول ما تكلمت بشيء في الغضب فندمت عليه في الرضا أو أنه كان يصمت هو أحسن شيء يلي مثلنا إذا غضبت اسكت نصيحة يا شباب دربوا حالكم هي بدأت تدريب أنه أنت لما بيطلع خلقك تسكت غالبا إذا حكيت ستخطئ ولكن ممكن أن يتدرب بسدد وتدريب كثير عالي أنه لو غضب يحكي صح مبدئيا أنت تدرب حالك إذا غضبت اسكت أحسن لذلك نصيحة لأحد يبيع بيته هو غضبا مرات واحد يكون مدايق من البيت صار معه موقف مع الجار صار معه موقف عم يدله في الحيط وعمله مشاكل وطلع خلقه يقول له عندي زبور راكب يقضي الشغلة بساعتين زمان وذلك يشعر أنه أنجز إنجازا ولكن يهدأ ويشعر أنه لديه يشعر أنه لديه يا شباب لحد يبيع السيارة هو وطلع خلقه في مرة شخص عنده سيارة يبدو على شرطي متسلط عليه كلما راح وإجاب يصفر له يصفر له طلع خلقه من الشرطي بآخر يعني مجادلة ومساجلة فورا من عنده الشرطي عسوء السيارات باعه ورجع معه كيس في قلبه المصاري ثاني يوم ندم لك شنون بعتاهي الغضبان يصبح يسهل بأمور لا ينبغي أن يتساهل بها فنصيحة لا أحد يبيع شيء وهو غضبان ولا أحد يشتري شيء وهو غضبان ولا أحد يطلق وهو غضبان والنصيحة أن لا تتكلم وأنت غضبان درّي بحالك إذا غضبت فاسكت خمسة أمور بها تسيطر على الغضب واحد منها إذا غضبت فاسكت ممكن يكون مورق من هذا النوع يقول لك ما تكلمت بشيء في الغضب فندمت عليه بالرضا يعني هو أصلاً ما أم يحكي شيء فهذه الماء للنفي ينفي أنه تكلف وممكن يكون هو من رتبة أعلى وصل إلى رتبة حتى إذا غضب غضباً شديداً يستطيع أن يتكلم كلاماً موزوناً سادي رتبة أعلى الحية فبتكون هذه الماء بمعنى شيء أو أنها موصولة على كل أحوان يا أخوان كيف واحد يسيطر على الغضب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لا تغضب العلماء قالوا ليش الغضب إرادي الغضب إرادي يعني هلأ مثلاً أنا أعد معكم بقول لحالي يلا محمد خير غضب بالله بقوم بغضب الغضب لا إرادي أو أنا مثلاً بكون غضبان بقول لحالي يلا سكوت الغضب طبعاً يا محمد خير بقوم بيسكوت الغضب الغضب لا إرادي لا بدايته ولا نهايته والأحكام الشرعية إنما تناط بالأمور الإرادي كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب يعني مثل مثلاً لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحب شو لا تحب شو أصلاً كمان الحب يعني هي شغلة إرادية الحب لا بداية الحب إرادي ولا نهايته إرادي فقالوا ما معنى حديثه صلى الله عليه وسلم والنبي معصوم معصوم أن يخطئ في كلامه في تبليغه صلى الله عليه وسلم قالوا لا تغضب يعني لا تفعل أفعالاً يؤخذك عليها الشرع إذا غضبت يعني فلا تغضب معناتها لا تشتم إذا غضبت لا تغضب لا تضرب إذا غضبت لا تغضب لا تمتد يدك إلى حرام إذا غضبت هذه معناتها لا تغضب هلأ كيف الإنسان يسيطر على الغضب أنه لا يغضب بطبيعة الإنسان يغضب ومفردات الحياة فيها شيء يسر وشيء يضر مطلوب منك أن تسيطر على الغضب إذا غضبت تتكلم كلام صح تفعل أفعال صح كيف تسيطر على الغضب؟ خمسة أمور بها تسيطر على الغضب أولها استخدم الماء إذا غضبت استخدم الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضب فليتوضى في رواية من غضب فليغتسل فأنت وطلع خلقك وروح توضى هذا الوضوء فيه فوائد أول شيء طلعت من الغرفة التي عبأ الجو فيها وأنت هلأ هنا الجو كثير عندك عباء لما تطلع إلى برا تشم هواء جديد ثاني شيء استخدام الماء البارد في وضوءك الغضب بيرفع الأدرينالين يقوم بتوارد الدم إلى الدماغ فتشعر بحرارة أشد فلما تستخدم ماء بارد يخفف لك هذه الحرارة ثالث شيء عندما تتوضى تعمل بإيدك اليمين وإيدك الشمال وعلى قدمك ينزل الدم إلى الأعضاء ذلك لأنك عندما تخطب يتوارد الدم بسرعة إلى الرأس فلما تدلك أعضاءك ينزل الدم باتجاه الأعضاء فبيخف هذا الأحمرار في الوجه والتوتر الشديد خمسة أمور بها تسيطر على الغضب واحد استخدم الماء اثنين إذا كنت ماشيا فقف وإذا كنت واقفا فجلس وإذا كنت جالسا فاتجع ذلك لأن الماشي أذاه أكثر من الواقف يعني إذا أنا غضبان وماشي بهذه السيارة ومأفع معي وطالع خلقي وأنا ماشي السيارة لا سمح الله بجزء أذي نفسي بجزء أذي واحد من المرة أما واقف السيارة على الجنب إذا أنا واقف على حيني وغضبان ويلي زعجني موافق بوشي ممكن إدفعوا شي دفع أذيهي أما أنا قاعد أقل قدرة على الأذى وأنا ومتسطيح أقل وأقل فواحد استخدم الماء اثنين قف إذا كنت متحركا واجلس إذا كنت واقفا ثلاثة من غضب فليسكت أربعة أكثر من ذكر الله تعالى لأن الله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله الاستعاذ بالله صحيح عند الغضب تقول أعوذ بالله بس هو بدك أن تستجير به سابقا يعني أنت في كل أحوالك استجير بالله عز وجل حتى إذا نزغك من الشيطان نزغن تنفعك هذه الاستعاذة فالإكثار من ذكر الله عز وجل يجعل شيطانك ضعيفا فتسلطه عليك وتحريكه لك بيكون بضعف أما إذا ما فيه ذكر بيقوى الشيطان بيضعف هيك لمة الملك ولمة الإيمان ولمة الشيطان بتصير أوية فبيصير الشيطان يتلاعب بك كما يتلاعب الصبيان بالكرة أي رقم أربع ورقم خمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهال حتى يخيره من أي الحور العين شاء من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه اعلم هيك إليك أجر كتير كبير يعني في فلان أساء لك وإنت فعلا تستطيع أن تبطش به أن تؤذيه أن تدمره تستطيع من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهال حتى يخيره من أي الحور العين شاء فما استطعتم يا أخوان هذه الخمسة يضبيطوها عملا من أجل أن يبقى أحدكم متزنا في غضبه ومتزنا في فرحه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة